اشتركوا في القناة بعد شهر الصوم وأيام العيد أهلا بكم في أدب وفن في أحدى ليالي رمضان بدت مكتبة الشارق العامة وهي تتزيى بروائع المخطوطات المغربية النادرة لنسخ من القرآن الكريم وكتب التراث العربي عودة إلى تلك الليلة الرمضانية وإطلالة على هذا المعرض الهام نفائس المخطوطات المغربية معرض احتضنته مكتبة الشارق العامة خلال شهر رمضان بهدف تمكين الباحثين والمهتمين والزوار من الاطلاع على الخصوصية المعرفية والجمالية لتراث غني وقيم بمختلف تجلياته في التأليف والكتابة الأدبية والتاريخية والمعرفية منذ الفتح الإسلامي وحتى اليوم كان الهدف الأساسي من هذا المعرض هو تقريب الزائر الإماراتي إلى معرفة ما يقع في الضفة الأخرى من الدولة الإسلامية بعد امتدادها في الفتحات الإسلامية ويعرف ما يميز مخطوطات المغربية عن نظيراتها المشرقية الموجودة هنا وكيف تطورت هذا الفن وهذه العلوم بين الضفتين بين المشرق العربي والمغرب العربي إضافة إلى أنه يحمل هدفا آخر ومسعا آخر ألا وهو تعريف الناشئة وهذا هو الهدف الرئيسي تعريف الناشئة بطراتهم بحضارتهم بتاريخ فنونهم بما كانوا ينتجه أجدادهم وأسلافهم ويحملوا رسالة إلى التسامح في الدين وفي العلم وكيف ساهموا هذه العلماء منذ زمن في تماسك الدولة الإسلامية مشرقها بمغربها أقيم معرض نفائس المخطوطات المغربية بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال في المملكة المغربية ودشن افتتاحه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة بحضور عدد من المسؤولين من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة والمهتمين والمفتش العام لوزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية حميد زكريا وقدم المعرض ثلاثين مخطوطة نادرة لنسخ من القرآن الكريم وكتب التراث العربي ومؤلفات علماء المسلمين في الفقه والتشريع واللغة والعلوم وألقى إضاءة واضحة وكاشفة على الجهد المعرفي المبذول فيه على مستوى البحث والتأليف والنسخ بخط اليد وكذلك الجهود التي بذلت في الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة للأجيال الحالية والمقبلة هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض التي تختص بالثقافة الإسلامية والذي يعرض من خلاله مجموعة من النفائس التي تأتي من المغرب العربي في الشارقة لزوار مكتبة الشارقة وللقاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعرض مجموعة نادرة جدا ومن أغلى المصاحف الموجودة على مستوى العالم فيها مجموعة من المصاحف فيها مجموعة من الكتب التي تعنى بالسيرة النبوية وأيضا هناك مجموعة كبيرة من الكتب الأخرى التي تعنى بالأدب والثقافة والعلوم المختلفة وتشمل هذه المجموعة من القرن الرابع هجري إلى القرن التاسع الهجري وهذه المجموعة نادرة جدا ووجودها هنا فرصة لاستكشاف ولمعرفة كل ما كتب وما نقل عن هذا الدين السمح إلى هذه الثقافة العربية المتميزة ووجودها هنا اليوم في الشارقة المعرض الذي جاء تجسيدا لمساعي الشارقة المتواصلة لفتح مزيدا من قنوات التبادل الفكري والمعرفي والحضاري والاحتفاء بإنجازات الأولين وتعزيز العلاقة الثقافية مع بلدان العالم ضم مقتنيات من عدد من المكتبات والمتاحف ودور الكتب المشهورة في المغرب مكنت الباحثين والدارسين والجمهور العام من الإطلاع على جوانب مشرقة في التاريخ العربي هذا يدخل هذا المعرض في إطار العلاقة المتميزة التي تربط دولة الإمارات بدولة المغرب وهي علاقة متميزة كذلك في خدمة التراث العربي المشترك لأن هناك مخطوطات كتبت بخطوط متعددة منها مشرقية ومنها مغربية وهذا يدل على التواصل التقافي بين المشرق والمغرب منذ سنين وهذا التراث يحفظ ذاكرة الأمة العربية والإسلامية لأنها مكتوبة بخطوط نصاخ من المشرق ومنها مغرب كذلك وهذا المعرض هو تجسيد لذاكرة العلماء الأفداد الذين أخذوا في جميع فنون المعرفة من علوم وتاريخ وأدب وفنون وفروسية وبيطرة وكذلك في مجال التاريخ وفي مجال الطب والكيمياء وهذه المخطوطات هي مرآة لهذا التراث العظيم لقد استطاع زوار المعرض الاطلاع على نمافج ومنتخبات من نوادر المخطوطات المغربية في رحلة عبر الأزمنة والأمكنة والشخص نفائس شعة وضاء بريقها في نسخ من المصاحف الشريفة والحديث النبوي والفقه والسيرة النبوية والمديح النبوي والأذكار والتاريخ والأدب والعلوم الأخرى نعرف جميعا بأن المغرب من بين الدول الغنية من حيث المخطوطات حسب إحصاء 2014 كانت هناك أكثر من 86 ألف مخطوط وهي موزعة بين المكتبات المغربية مكتبات القرويين ومكتبات ابنيوس والمكتبة الحسنية أي مكتبات القصر الملاكي وكذلك المكتبة الوطنية والمكتبات الموجودة في جنوب المغرب وفي شمال المغرب منها المكتبات العامة لتطوان وغيرها من الأماكن هذا يعني أن هذا العدد غير كافي لإحصاء ما يوجد في المغرب لأن هناك عائلات تتوفر على عدة مخطوطات ولكنها تحسبها إرتلها ولا تريد أن تسلمها للمكتبات الدولة وهذا يدل على أن المغاربة لهم إحساس كبير بحفظ تراتهم وحفظ إرتهم التقافي الموروط عن أجدادهم وكذلك تشجيع الأمراء والملوك الذين توافدوا أو تعاقبوا على حكم الدولة فكل الدولة لها تراتها ولها مخطوطاتها التي ما زالت محفوظة لحد الآن في المكتبات مئات من السنين مرت وستمر مثلها وما زال ألق الفكر الإنساني مضيئا يتجدد باستمرار وتتم المحافظة عليه كإرث مهم لا يقدر بثمن لأنه عنوان بارز لتراف شعب وحضارة أمة بأكملها هناك معايير لحفظ المخطوطات وهي من حيث درجة الحرارة لا يمكن أن تتجاوز 18 درجة وكذلك نسبة الرطوبة لا تتجاوز 50% وكذلك تغطية المخطوطات أي الأغلفة تكون ضد الحموضة إضافة إلى التهوية وإضافة إلى آلات لامتصاص الرطوبة إذا كانت هناك رطوبة إذن هناك عدة معايير لحفظ المخطوط وكذلك العاملين بالمخطوط يجب أن يتعاملوا بأوقية وبكمامة إذا كان المخطوط متضرر وعدة معايير هي تصلح لحفظ المخطوطات وكذلك حب هذا التراث لأن العمل بحب وبإخلاص يمكن أن يحافظ كذلك على هذا التراث وكذلك الأمناء على هذا الرصيد يمكن أن يحافظوا عليه للأجيال المقبلة بإذن الله وبهذا وغيره تتعزز رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تؤكد على أهمية الثقافة لبناء جسور التواصل مع ثقافات وشعوب العالم كي تظل الثقافة نافذة الحوار الإنساني الأوسع وأفق المعرفة الحضارية الأغنى وليصير للكلمة معنى ولللوحة أثر وللمخطوطة مفتاحا يتيح الاطلاع على الماضي للعبور إلى المستقبل حفيدة أبي القاسم الشاب الشاعرة التونسية رجاء الشاب صوت شعري دافق بالقوة الأدبية والرصانة الشعرية وقصيدة نوارة التي ألقتها هنا في الشارقة في ملتقى الشارقة للشعر الشعبي قطعة من نفسها مهدات إلى روح الشهيد يرمز الفنانون إلى الشهيد بقبر تخرج منه وردة أحنا في تونس نقوله نوارة سميتها نوارة القاسيدة نوارة على قبري نبتت نوارة على قبري نبتت تذكركم في صوتة كبتت تذكركم في عمارة قصفت وريح اللي بينا عصفت تذكركم في برش أسامي يسين وسقرات وسامي وكل شهيد بعمره ضحى باش الاستبداد يتنحى نوارة نبتت فوق قبري نوارة نبتت فوق قبري تذكركم فيي وفي موتي تذكركم في جهادي وصبري يلي خذته حقي وصوتي نسيتوني حتى جا خبري واليوم عجبكم مسكوتي وتربعتوا على الكراسي نسيتوني أنا مش ناسي واليوم المجرم جلادي يعيش بخير في وسط بلادي ومزالي خطت يغتال حي ومحمي في الأجبال علاش يسميني طاغوت ويقول فيي كلام يجرحني ويحكم علي بالموت ويحلل دمي ويذبحني ويتهجم علي بسيفه وأنا مسلم كيفي كيفه بسلاح وقتلني مع الفيقي وزرعلي للغام في طريقي وإحنا نبيته في الرياح باش هو يرقد مرتاح غدرني غدرني ويتملي أولادي بجه ربي تونس يا بلادي كيف ما دمي سال عليك أنا من قبري نوصيك وأنا مستشهد فرحان لتتستر علي خان ولتسامح من سيل دمي ولتجوع أولادي وأمي حميتك يا خضرة وحبيتك وعتيتك شباب يهديا فديتك بدمي ورويتك وسقيت اضرابك حرية ولدك الكل سنديد جندي وبوليس وحرس ما يخوفهمش التهديد يحميوك لخر نفس يهديلك عمره الشهيد نموته وانتي ما تتمس أولادك فيهم الخائن وفيهم اللي لشرفك ساين وفيهم اللي غروا بيه إن شاء الله نهار ربي يهديه واللي من أصله غدار بيع الجار وبيع الدار رخص نفسه للغريب لعنده صاحب الحبيب الإرهاب ما عنده دين والخائن وطنه يويله لرذا ربي للولدين وين يلقى قبره يحليله وتونس تجيوب الشهيد ما تحطش في بالك شيء ولدي رك في قلبي حي اللي قتلوك وخانوني اللي غدروك وبعوني لو كان عاشو ألف سناء محال يشوفوه لهنا أعطي يا شهيد دروس كيفاش تهون النفوس بش يبقى الوطن الغالي والعلمي رفرف عالي أنا المولى يحمي وجودي وعندي شعب رجال ونساء بنا والدولة أحمى وحدودي ومهما الدهر عليق ساء هما كيفي فوق وقيودي عذابي بكله يتنسيه وربي حسبكم علي كان نهار سلمت فيه التونسي ولدي حنين ويرحم جال غريب ورد ومجرم طمين يا ولدي وتهنى ربي قال مثواك الجنة وطنك من تاريخ وبين عمر معاش فيه الخائر شكرا يستمر النادي الثقافي في الشارقة في إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية ويقيم المعارضة الفنية بشكل أسبوعي جئنا اليوم إلى مقر النادي لنشاهد معارضا فنيا بعنوان شغف اللونية للفنان الفلسطيني طلال شهاب ما رأيكم بهذه الجولة في عالم هذا الفنان المبدع إعطاء جرعة من الفرح وإشاعة البهجة في النفس هو الهدف الذي سعى إليه الفنان طلال شهاب في معرضه هذا والذي أسماه شغف اللوني وهو بالفعل شغف اللوني يجعل للفن علاقة تواصل دائمة بين الفنان المبدع والمتلقي واللوحة الفنية اللون برأيي له علاقة جدلية بموضوع المشابهة مع الواقع صحيح بعض اللوحات هي لا تشبه الواقع إلا أن مفرداتها الأساسية بالواقع حمل اللون مجموعة منعكسات موجودة بداخلي عكستها بطريقة جميلة مستفيد من خبرتي بالتعاطي مع اللون حاولت أقدم جرعة من الفرح جرعة من الابتسامة لأعوض أشياء ربما هي مفقودة عندي ومفقودة عندي الجميع في هذه الأيام وجهت رسالتي لكل الشرائح العمرية وجهت رسائلي إلى حتى الشرائح الثقافية المستويات مختلفة من الناس خبرتهم بالجمال يعني أنا وجهت رسائلي للنخب للأطفال للناس العامة للناس الذين عندهم نظرة ثاقبة ووعي عالي بمجال الفن التشكيلي عشرون لوحة وبقياسات مختلفة يعبر بها الفنان طلال شهاب عن موضوعات متعددة رابطنا اللون بحالات نفسية مختلفة المشاعر والأحاسيس وغير موجهة لفئة معينة من المتلقي بل هي للجميع يفهمها الكبير والصغير الفنان وغير الفنان في إعادة صياغة للزمان والمكان والإنسان والبيئة المحيطة بصورة جديدة تبعث على الفرح اللون هو حامل هو الرافعة اللي أنا اعتمدت عليها لنقل ما يجيش بداخلي من مشاعر وأحاسيس استخدمت خبرتي والتكنيك الموجود عندي للتعبير عن مسائل اجتماعية ومسائل نفسية ومسائل اقتصادية لأنه اللوحة الفنية اللون له يأتي بسياق نفسي واقتصادي واجتماعي وثقافي أيضا وهو موقف يعبر فيه الفنان في لوحته لأشياء موجودة بالواقع أنا استخدمت لهذه الرافعة بعض الفنانين يستخدمون الخط الكتلة الفراغ المادة إلى آخره من خلال الألوان والحركات والخطوط يوصل الفنان إحساسه ومشاعره ورسالته الفنية فالرسم يبدو للوهلة الأولى واقعيا ثم يتحول بسرعة إلى شكل جديد يذوب فيه المشاهد ويجد نفسه أمام صورة جديدة واقعا جديد يبعث في نفسه الأمل والفرح يعني الواقع أو الطبيعة هي القاعدة الفكرية لكل أنواع الفنو هي القاعدة الفكرية للإبداع بشكل عام للقصيدة والقصة القصيرة والشعر والفن للأدب إجمالا كل فنان يأخذ هذا الواقع ويعيد سياقته بطريقته أنا لمست في الإمارات العربية المتحدة هذا التطور العمراني هذه البنايات العالية حياة الفولاذ والصلب والزجاج إلا أن الحياة ليست مجرد بنايات من الفولاذ والصلب هناك مسائل اجتماعية وعلاقات إنسانية اللوحة التي بخلفي تعكس رؤية لهذا المفهوم يعني الثيم العام في لوحة من هذا النوع الثيم العام هو حياة الحديد والفولاذ والصلب ولكن هذه اللمسات الحارة الموجودة التي تعكس حرارة الإنسان علاقاته الاجتماعية ما يدور البعد الثقافي الحياة الثقافية التي يعيشها الإنسان في الإمارات هي ما رغبت أن أظهره من خلال هذه اللوحة من خلال هذه الألوان الحارة الموجودة وفي خلفيتها هذه الألوان الرمادية التي تعبر عن البنايات وهذا تطور العمراني وهذه الحداثة هل تطلق أستاذ طلال عنوانا لكل لوحة؟ أنا لا أمين لإطلاق اسم محدد لكل لوحة لأن المعرض أو الفنان يعيش حالة خلال فترة زمنية قد تطول أو تقصر خلال هذه الفترة الزمنية يجد دائما أن المنعكسات ذاتها تنعكس بغض النظر عن الموضوع لوحة أخرى أقرب إلى الواقع ولكنها هذه المرة جاءت بألوان جديدة فالفنان في هذه اللوحة يعيد صياغة رؤيته للمدينة بألوان جديدة ويلقي من خلالها نظرات إليها ولكن بفرح وفي تحليق عال بأجنحة الإبداع إلى حيث يتربع الحرف والخط العربيان يصل الفنان طلال شهاب إلى ذرى الجمال هناك محاولات كثيرة في الساحة الفنية لدخول الخط العربي ساحة الإبداع وهناك من يرهن وهناك من يقول لا لا يستطيع الخط العربي الدخول مساحة الإبداع أنا من أنصار فكرة أنه لا الخط العربي قادر على أن يدخل ساحة الإبداع ومثله مثل أي نوع من أنواع الفنون الأخرى وشفنا كثير من التجارب لفنانين عرب وأجانب اشتغلوا على الخط العربي لم يلتزموا بالقاعدة لكن الحرف العربي بالنهاية هو عبارة عن حركة ولون وهذه هي قوام اللوحة التشكيلية إذن المسألة مرتبطة بالفنان وليست مرتبطة بالخط نفسه وعلى الرغم من المستوى التقني الرفيع لتنفيذ اللوحات والخبرة العالية في تحريك اللون والتعاطي مع الموضوعات فإن لوحات الفنان طلال شهاب تتميز بقربها من المتلقين بجميع فئاتهم وتنجح في كسر الرتابة وتطوير الحس الجمالي لديهم طبعا تجربة شوي مختلفة عن يعني كل مرة إحنا بنتفاجأ في فنان بطريقة أسلوبه بطريقة يعني انتقاؤه للمواضيع ويعني في المواضيع أحيانا بالخط أحيانا بالكتلة يعني كل فنان إله طريقته ولكن طلال شهاب راح هو إلى يعني الحداثة تحريك اللون يعني اللي هو مثلا حتى طبيعة صامتة محركة يعني الحركة في عنده عطت يعني شعور إيجابي من الألوان الزاهرة دائما ما ترافق الوداع أمنيات بالرجوع وهذا ما نرجو أن يتحقق إن شاء الله بعد أسبوع لنجدد مشوارنا معكم في رحاب الأدب والفن إلى اللقاء اشتركوا في القناة